اعتذروا للدكتور خالد العزي أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية وأشكر لك صبرك علينا يا دكتور دكتور هناك حائط كان شديد الصلابة يقف بين تدفق هذه المشاعر التي نلاحظها الآن سواء على مستوى القيادات أو على المستوى الشعبي طبعا هذا الحائط انهار هل انهار أيضا في الخليج في تصورك؟ لا استاذ محمد لم ينهر شيء وأنت في مقدمتك تخلط استاذي ما بين المشاعر الإنسانية والمساعدات التي يجب أن يتلقاها الشعب السوري المتضرر وما بين استخدام وتسييس الزلزال من قبل النظام السوري باعتبار أن هذا الزلزال يجب أن يفك الحصار عليه وبالتالي على العالم العربي والدولي أن يأتوا إلى دمشق وكأن دمشق في الستينات وهي اليوم ما تستطيع أن تقرر وينسى هذا النظام أنه وقع أسيرا لعصابات قاسم سليماني وللإخوان المسلمين ولجبهة النصرة التي لعبت بها إيران وهددت المنطقة وبالتالي هذا النظام لم يستطع أحد أن يهدم هذا الجدار كما تقول حتى لو اتصلت مصر ومصر هي دوما صباقة ونريد لمصر أن تلعب هذا الدور نحن يهمنا أن تعود سوريا إلى الحاضنة العربية ولكن لا يمكن اتزاز العرب وهي موجودة وتنفذ الأوامر الإيرانية والحشود الولائية من الباكستان وأفغانستان تملأ سوريا وتحاول أن تحارب المناطق العربية وهي كما يقول السيد علي يونس مستشار الرئيس السابق الإيراني أن سوريا كما الدول الثلاثة التي وقعت باليد الإيرانية ونحن اليوم كأننا نريد أن نبارك هذا الشيء لسوريا ونذهب ونقدم لها هذا الاعتذار على ما حدث وما تم قتله في سوريا طبعا بدون شك لكن أنا فقط كنت أقول أنه ربما يكون هذا الدفء العربي ربما يكون يا دكتور هو الطريقة لإخراج سوريا من نفق هذه التحالفات هذا سيناريو وارد يا دكتور بالسياسة دوما لا عداء ولا صداقة تطبيع العلاقات مع الأتراك كان برعاية إماراتية لأن العرب يريدون الدخول إلى سوريا وعودتها وإبعادها عن الحزام الإيراني مصر لم تكن بعيدة نهائيا وكان هناك تنصيقا دائما وربما على المستوى المتوسط ما بين سوريا والنظام السوري العرب جميعهم كانوا يقولون بأن على سوريا بالدرجة الأولى أن تدخل في إصلاحات فعليا مع مجتمعها الشعب السوري مهجر 12 مليون مهجر يعني هؤلاء كيف هجروا هذه البناء التي اليوم سقطت في إدلب جميعها سقطت لأنها بنيت من اللبن وبالتالي عندما تم الهزة وقعت على صدورها للناس زين الشام تكتب على صفحاتها في الإنستجرام يا أستاذي أن لا تدفع أي مساعدات لهؤلاء الإرهابيين في الشمال أي إرهابيين هؤلاء الناس الذين قتلوا أما يردون الإرسال هذه المساعدات فقط إلى مطار دمشق ويتم بيعها في الأسواق في السومرية وفي أسواق أخرى هذا هو المساعدات هكذا هذا ابتزاز المساعدات تبتدئ فعليا في عملية خطة إنقاذية بالتوجه نحو الدول العربية لماذا إيران لا تساعد لماذا إيران اشترطت على النظام السوري أن يدفع كاش لسعر المزوت ما هي التي خربت سوريا هي التي أطلقت القاعدة والله يا دكار خالد أنا أفهم جيدا ما تتفضل به لكن فقط ملاحظتي الوحيدة أن هذه المقاطعة العربية تؤدي إلى أنه لا يبقى أمام سوريا أمام دمشق إلا عدد محدود من الحلفاء وهذا أمر يبدو بديهيا للغاية يا دكتور الآن حين يعود العرب حين تعود سوريا يصبح نطاق الحركة بالنسبة لدمشق أوسع كثيرا وربما تتقلص الأحلاف التي لا ترضيك ولا ترضي بعض القوى العربية ليس لا يرضيني أنا بالنهاية عربي وبالتالي دخول مصر على سوريا هو عمود فقري وأنا من النوع ليس أن يرضيني أنا كل تدخل في الوطن العربي لا يرضيني صحيح وعندما تدخلت مصر في ليبيا كان يرضيني وعندما تدخلت مصر في السودان ضد الحبشة كان يرضيني واليوم عندما تتدخل مصر في سوريا ضد إيران سوف يرضيني لأنه بالنهاية لا نستطيع الذهاب إلى سوريا ونقدم الطاعة تحت العودة إذا هذا النظام هو لن يبادر بنقاط وهنا لابد من القول أن أسباب القطيعة التي فرضها العرب لا تزال موجودة وعلى النظام السوري أن يذهب إلى حل هذه النقاط هذا غير مقبول أنها تعرضت فقط لهجومات إرهابية وبالتالي العرب ابتعدوا عنها وكأننا نحن نتحمل مسؤولية هؤلاء الإرهابيين الذين أرسلوا من عند نظام المالكي ومن إيران ومن سجن سيدنايا وبالتالي جندوا السوريين تحت شعار استخدامهم وابتزازهم ترجمة نانسي قنقر